الموت يغيب طبيب العظام البروفيسور يحيى قدوم صاحب العبارة الشهيرة راكم وقف عندما كان وزيرا للصحة نهاية التسعينيات الوزير الطبيب كان من أشهر جراحي العظام في الجزائر ولم يمنعه تقلده للعديد من المناصب السياسية منها وزيرا للصحة بين عامي 1996 و 1998 ووزيرا للشباب والرياضة بين عامي 2001 و2007 من الاستمرار في عمله كجرح وباعتباره من القادة الباريزين لحزب التجمع الوطني الديمقراطي قاد الحركة تصحيحية للحزب قبل ثمان سنوات والتي كانت تستهدف الإطاحة بأحمد ويحيا من على رأس الحزب بعد اتساع ضائرة المنوئين والرافضين لسياسته على رأس الأرندي البروفيسور يحيى قدوم يرحل في صمت إنا لله وإنا إليه راجعون